اشتركوا في القناة رحلة طويلة قضيناها مع جهاز الادراج او فئة الادراج من شركة الفوبو ابتداء من 2017 لغاية احنا اليوم نتكلم عن 7 سنوات يعتبر بمعدل كل سنة وربع سنة ونص تقريبا ينزل لنا نسخة جديدة من جهاز الادراج اللي هو يعتبر واحد من الاشهر اذا ما كانوا على مستوى البراندات الصينية يعتبر من التوب 5 على مستوى اجهزة البوكس مودز اللي هو الجهاز البطاريتين الادراج اسم صار الحين خلاص نوعا ما فارض نفسه ان كان على مستوى الديزاين ان كان على مستوى الشريحة ان كان على مستوى الاداء ان كان على مستوى الشكل فنقدر نقول ان هذا الجهاز لمحبين لناس تنتظر النسخة الجديدة منه فاليوم ان شاء الله احنا راح نتكلم عن النسخة الخامسة شنو قدم شنو في شي جديد شنو ممكن نقارنه مع النسخة القديمة وتحديدا مع النسخة الاخيرة اللي هي الرابعة لان النسخة الرابعة انزلت السنة اللي فاتت يعني نوعا ما كانت فترة طويلة وايد لكن خلونا نشوف شنو ممكن يكون جديد على مستوى الادراج 5 هل فعلا يفرق هل النسخة الجديد هذا الشي راح تعرفون ان شاء الله اليوم راح نقدمه على اساس انه هو طقم لأنه نازل على انه هو طقم مع تانك اليو فورس والحلو فيه في معلومة جدا حلوة عن هذا التانك راح نتكلم عنها ان شاء الله بالكلوز ام تابع رفيو خلوني في البداية شاب اوريكم تاريخ جهاز الادراج وتطوره ومراحل تطوره لهذا البراند اللي هو الادراج ابتداء من الادراج الاول الى الادراج الرابع في البداية بالنسبة حق الشاب اللي ما كانوا موجودين في مجال الفيب في ذاك الوقت احبب اقول لكم ان هذا يعتبر اول جهاز دراج نزل في 2017 وانا الحمد لله من الناس المحظوظين جدا انه كانت في زيارتي اللي معرض الفيب اللي كان في الصين شركة فوبو قدمتها لأول مرة في هذا المعرض وانا كنت من اوائل الناس اللي شافت هذا الجهاز حتى قبل ما ينضرح بالاسواق هذا هو بالنسبة للجهاز وما شاء الله وقته حقق نجاح جدا كبير بحكم انه قدم اسلوب يديد على مستوى التصميم وايضا على مستوى الشريحة كانت مقدمة شريحة جدا قوية فعلى هالاساس قدم مستوى جدا ممتاز لكن شوي كان في ملاحظات على الشكل يعني هذي من نسبة لنا انا لغاية الحين هذا الشغلة مو عاجبتني بالاضافة الى كانت الحواف كانت شوي حادة هني بعدها على النسخة الثانية من الدراج وهذا يعتبر الدراج 2 هني عملوا او اشتغلوا على الملاحظات اللي احنا تكلمنا عنها بالنسخة الاولى واهمها كانت الحواف اللي كانت حادة هني صارت بشكل وايد افضل بالنسبة للحواف مع اضافات بسيطة على مستوى الشكل وما زال باب البطارية كان هو عبارة عن باب كامل اللي انشاء بهذه الطريقة لتركيب البطاريات وايضا كان مستخدم نفس شريحة الجين اللي استخدمها بالنسخة الاولى وايضا مثل ما قلنا كانت من الشرائح الممتازة جدا واتبثت جداراتها بشكل جدا كبير لكن الحلو انهم نزلوا النسخة الثانية نزلوا ويا نسخة بطارية داخلية وهذا هو بالنسبة لادراك 2 لكن نسخة البطارية الداخلية ولو تلاحظ فرق الحجم ما بين الاصلي او العادي والبطارية الداخلية هذه هي كان شو فرق الحجم ما بينهم هذا هو بالنسبة للجهاز يعني نعتبر اهو نسخة مصغرة لكن ببطارية داخلية الامانة ما اذكر بس يتهيئ لي من 2500 الى 3000 ميلي ايبير كانت ساعة بطارية هذا الجهاز فكان ايضا سوى شغل جدا حلو بالنسبة لاشخاص اللي حابين الادراك لكن حابينه بحجم اصغر ومو يفضلون انهم يستخدمون بطارية خارجية قدموا البطارية الداخلية ومن بعدهم ايه الادراك 3 هذا هو بالنسبة لي ديزاينه وهني نقدر نشوف انه ما زال الديزاين محافظ على روح ديزاينات اجهزة الادراك لكن شنو صار مع هذا الجهاز كواليتي التصنيع هني صار شوي مختلف بحكم انهم اعتمدوا على باب البطارية يكون بهذا الشكل وايضا على الماتيريال المستخدم في تصنيع هذا الجهاز يعني هني اول مرة يستخدمون فيها سافة الجلد هذا الخلفي الامان نشوفه هو كشكل جميل وايضا صار على مستوى الوزن جدا خفيف لكن لما تقارن بالنسخ القديمة تحس ان كواليتي التصنيع صار شوي اقل لكن مو معناتها انه اثر على مستوى اداء الجهاز ما اثر على مستوى قوته ما اثر على مستوى استخدامه بشكل عام ما زال محافظ على نفس الشكل والديزاين لكن يعني اذا انت من الناس اذا بتقارن ما بين النسخ القديمة ومع هذه النسخة راح تعتقد انه شوي هذا يعتبر الاقل جودة او الاخف على مستوى جودة التصنيع مقارنتا بالنسخ اللي قبلها بعدين تقريبا السالة اللي فاتت نزل لنا قفزة نوعية على مستوى الديزاين اللي هو مع الدراك فور اللي قدموا لنيا بهذا الاسلوب اللي راح شوي على مستوى ديزاين اللي هو الالغنت او شوي اللي هو الكشوخ بالاضافة الى تصميم مميز بالاضافة الشغلة اللي وايد حبيتها اللي هي سي فريم دور او غطى بشكل السي لباب البطارية اللي تقدم بشكل جدا ممتاز وانا من الناس اللي فعلا وايد افضل هاد نوعية من البيبان اللي تتقدم بهذه الطريقة وايد سهلة وعملية جدا وايضا اضافة جمالية لديزاين الجهاز فهذا انا اشوفه واحد من احلى ديزاينات اللي انزلت على مستوى اجهزة الادراك الحين انتو خذيتوا كل تاريخ اجهزة الادراك الاربعة الحين ننتقل للنسخة الخامسة وهذه هي بالنسبة للعلبة الخاصة اللي جهازنا اليوم اللي هو الادراك 5 من شركة الفوبو وهذه بالنسبة لي شكل العلبة الخارجي وبالنسبة للون الخاص في الجهاز راح تعرفه عن طريق اللزقة اللي موجودة على جنب وهذا اللون اللي احنا خذيناه اللي هو اللون البلاك نفتح العلبة بع بعض طريقة التقديم الأمانة جميلة نشوف بالنسبة للمحتويات راح يظهر وياننا على أساس أنه هو تقم ما بين جهاز الدراك 5 وما بين تانك اليو فورس الجديد اللي مقدم معه تانكين ما بين التانك اللي راكم وما بين عندنا التانك إضافي خلونا نشوف المحتويات اللي على اللي موجودة داخل العلبة بعدنا ننتقل لي الجهاز والتانك وبعدين نخلص منهم على السريع عشان نفضحك الروفيو في البداية عندنا كامل شحن من فئة الـ type A to type C وبعدين عندنا كويل إضافي غير اللي راكب على التانك وعندنا هني كتيب استخدام حتى مو دليل استخدام كتيب استخدام أوكي آه أنا آسف طلع في عندنا كويلين في هذي الكويلين ما في شي راكب على التانك هذي هم الكويلين راح نشوفه بالنسبة للأومات وبالنهاية شنو عندنا هني هذا هو بالنسبة لتحذير البطارية وعندنا هني أورينغاتس بير اللي يستخدامهم على التانك وعلى فكرة شباب بالنسبة للكويلات المتوفرة مع هذا التانك فهي كويلات PMPX الممتازة والتي أثبتت جدارتها بشكل جدا كبير والأجهزة الأخيرة اللي نزلت من شركة البوبو إن كان على مستوى الطعام وأيضا على مستوى عمر الكويل اللي أنا شخصيا بأحد الروفيوات وصل معي لأكثر من 40 ملي اللي باللون الأحمر هو 0.3 واللي باللون الأسود اللي هو 0.15 يعني نقدر نقول أوكي خيارين جدا ممتازين حق التبخير العالي وحق الأشخاص اللي حبون الواط شوي النازل والتبخير المتوسط وخلونا نتعرف على السريع على التانك U-Force الجديد اللي مقدم معه الجهاز هذا بالنسبة للتانك وبشكل حجمه بالنسبة للقاعدة السفلية هو المقاس الأربعة وعشرين وبالنسبة للشكل الخارجي تقريبا ما تغير شكل كبير لكن راح تلاحظو يا إنه بالنسبة للتهوية صارت علوية طبعا ما فيها ستاب ميكانيزم أنا أفضل لو يكون فيه ستاب ميكانيزم ولو يكون مقسم دوائر راح يكون بعد وايد أفضل لكن بالنسبة للخبر الزين أنه هو التهوية علوية وبالنسبة لي طريقة فتح الغلاف العلوي أو الطبق العلوي أو الغطى العلوي راح يبين معاك هني بالنسبة للفتحة الخاصة للتعبئة وعندنا بالنسبة للمبسم مقاس الوايت بور أو مقاس الـ 810 اللي مقاس الشوي كبير لكن هذا من النوع اللي يحتاج المباسم اللي يكون فيها الربر ما فيه ربر داخلي يعني إذا بغيت تستخدم أحد المباسم اللي ما فيها ربر ما راح تركب داخل هذا المكان أو هذا المكان أو قاعدة تركيب المبسم هذه ملاحظة لازم تعرفها أني بالنسبة حق التصميم الداخلي ونشوف طريقة التركيب هذا بالنسبة لي الجزء السفلي من التانك اللي انت قاعد تشوفه الحين هذا هو المكان لتركيب الكويل شخصيا أبي استخدم الـ 015 هذا بالنسبة للـ 015 نظام تركيب الـ pop up وايد بسيط ووايد سهل وأنا مبسوط أن هذا التانك راح يستخدم هالنوعية من الكويلات اللي هي الـ PMPX لأنها أنا شخصيا من الناس اللي جربتها وفعلا قاعدة أشوف أنها ممتازة إن كان على مستوى الفليفر أو أيضا على مستوى عمر الكويل الأمانة بهذه البساطة يركب بالنسبة للكويل يركب بالنسبة لنا القاعدة السفلية تركب عليه وتقريبا الآن شدي جاهز خلونا نعبيه على السريع على ما يتشرب القطن وننتقل للجهاز ونجم اليوم تقييمنا لجهاز الدراغ النسخة الخامسة أو الجيل الخامس من جهاز الدراغ من شركة الفوبو خلونا نشيل بس هذه الطبقة الحامية عشان يبين معانا الشكل ما شاء الله جميل الدزاين حلو شوفوا معاي بالنسبة للشكل حاطيني شوي التفاصيل إن كان على شكل خارجي وما بين نقطة معينة راح نتكلم عنها بعد شوي شوفوا معاي بالنسبة للدزاين شوفوا الدزاين قاعدة أشوفه ما راح أبعيد عن الفور هذا بالنسبة للفور شوفوا يعني ما راح أبعيد أيضا ما زالت الزرين مع هذا القفل اللي احنا شفناه من قبل علنتكم عليه تذكرونه اللي هو أصلا تقدر تبرمجه هالزر شنو تبي تسويه تبي مثلا يكفل الشاشة تبي يكفل الجهاز شنو تبي تبرمجه هذه الميزة الأمانة جدا حلوة وتكلمنا عنها من قبل بالنسبة للزر تقريبا نفس ما أهوى نفس الزر بس اللهم باختلاف الألوان أنه على الطبقة العلوية شوي فيه عندنا هني هذه هي الاختلافات البسيطة على الدزاين لكن ما راح بعيد أوكي أيضا على مستوى الحجم مثل ما أهوى يعني تقريبا ما تعبوا وايد على مستوى القالب اللي سووا فيه جهاز الفايف لاحظ الملاحظين يعني ما فيه فروقات كبيرة حتى للحين حطينا على جنب يعني لو أنا مو قايل لك كان قلت لك أن هذا لون ثاني من الدراك فور لو أنا مو قايل لك أن هذا فايف كان قلت لك أن هذا لون جديد من الدراك فور لأن الاختلاف مو وايد كبير اللهم هني عندنا نظام السي فريم هذا على بالنسبة حق الفور ماشي لكن بالنسبة للفايف شنو فكرة الجديدة على مستوى الدزاين أهي الباب الخاص بالبطارية أهو عبارة عن جلد يثبت عن طريق المغناطيس لاحظ جلد ما تثبت عن طريق المغناطيس أشوف جلد الحلو بهذه الفكرة أن هذا معناته أن أنا أقدر أشتري هذه القطع إذا كنت حاب جهازي وحاب أني أغير ألوانه صار عندي هالطريقة كأنها نوع من أنواع الأكسسوري تثبيتها الأمانة جدا سهل ما في أي مشكلة وتثبيتها عن طريق أكثر من قطعة مغناطيس لو تلاحظوا إياي عندنا أكثر من مغناطيسة يعني عندك هذه اللي موجودة فوق وعندنا هذه الموجودة الكبيرة هنا وعندنا اللي تحت لضمان تثبيت الباب بشكل جدا ممتاز لاحظ لكن أنا من شفته في معرض دبي وجربته وأنت شفته وإياي نحن شفناه مع بعض معرض دبي في شوية ملاحظة هي شوف هي ما توصل مرحلة العيب لكن هي ملاحظة اللي هي لازم تحط بالاعتبار ولازم أنت تعرفها اللي هي شنو عدم ثبات الباب في حال إذا أنت من النوع اللي تتعبث عرفت اللي أنت من الأربع وشر ساعة تتعبث من الجهاز وفيك فرط حركة ممكن هذه الشغلة ضائقك لكن أوه بشكل عام أنت لما تمسك الجهاز وتتستخدمه أنت ما رح تتعبث بباب لكن مثل ما قلت لك إذا أنت من النوع اللي تبي كل شيء بيرفكت تبي كل شيء بمكانه ما تبي شيء يتحرك يعني مثل هذا لما تحط للسي فريم ما تقرد طلعه خلاص إلا إذا والله عاد متعمد تبي تسوي غصب تبي تسوي حركة على أساس يتحرك فيها الباب لكن ما يزال هو ثابت لكن هنا هذه الشغلة ممكن هل هي تعتبر نظام يضايقك ولا بالنسبة لك لا والله أنا حاب الحركة هذه التعبث بالباب عرفت؟ شايف مرات نما تمسك بيذك شغلات تطلع أصوات أو مثلا شغلات مثل المسباحة أو الأمور هذه أو الميدالية هل أنت تعتبر ممكن هالشغلة تتوافق وياها تعجبك ولا لا تشوف أن هذه النقطة لا هذه يعتبر بالنسبة لي عيب أنا أحب أن الجهاز يكون سولد ماكو شي فيه يتحرك كل شي ثابت من مكانه هي ميزة لتغيير الباب بشكل جدا سهل أقدر أشتري لون ثاني إذا كنت أنت وائد من الناس اللي تحب تغير من لون الجهاز أو ديزاين الجهاز ويتثبت بهذه الطريقة لكن فكرة أن هذا مو ثابت أمية بالأمية شو تقولون شاب أنا أبي رأيكم أبي أسمع رأيكم الفكرة هذه تتوافقون معاها عادي ما في مشكلة أو هني هذا هني ثابت لأن هني قطعة مغناطيس كبيرة جدا وما في مجال أنك تبعا لأن في حفرة هني ثابت داخل حفرات أنا شخصيا حتى قلت لهم قالوا لي شلو ممكن نعالج هذه المشكلة قلت لهم بكل بساطة أنتو كان المفروض يكون عندنا قطعتين مغناطيس تدخل داخل حفر بهذه الزوايا مثل ما أنتو سويتوا هنا لاحظ شايف الحفر هذه حفرة كبيرة وهذا المغناطيس كان المفروض بالنسبة لأنا هذا الرئيس الشخصي وقلتها للشركة كان المفروض يكون عندنا قطعتين مغناطيس هنا على الجوانب أو الزوايا ويكون فيه هنا يحفر على أساس لما يدخل الباب خلاص ما في مجال أن يتحرك أو يطلع لبرة يكون داخل الحفرة ف ومع هذا نزلوا لأنه أكيد يعني شهر أنت تكلم عن شهر 5 أنا معرض دبي أورادي مصنعين وخالصين وموزعين وبايعين حتى ما توقع أنه رايح يسمعون كلامي يوقفون الإنتاج علشان يغيرون من الدزاين لكن شاب أنت شون تشوفون هل الشيء هذا تتغاضى عنه عادي ولا تشوفه لا يمكن أنا ما أفضل أن يكون شدي الباب يتحرك بهذه الطريقة أبي أسمع رأيك بهذه المعلومة خلونا نحن نركب البطاريات الحلو شوف والله شوف والله توني أشوف الشغلة هذي فكرة أنك تبطل الباب وتحط بطاريات وتغير بطاريات الطريقة سهلة لاحظ حلوة الطريقة هيا شوف فالطريقة هذي خلونا نركب البطاريات هني الموجب أوكي وهني سالب أوكي الأكس أدخل أخلص أيوة سكر ثبت ما تجي والله أنت شراكم عادي لأنت رح تستخدمه ما رح تقعد تعبث فيه 24 زاعة أنت شدي رح تستخدمه عادي ولا معادي 1 2 3 4 5 ويشتغل معنا الجهاز وشوف بالنسبة لي الشريحة اللي موجودة وطريقة استخدامها إحنا أردي تكلمنا عنها في الشريحة اللي تكلمنا في جهاز الدراج فور في حال إذا كنت تبتشوف بعض الشغلات اللي حطي لك يعني مثلا القفل خلاص يكفل لك الجهاز ما رح يشتغل هذه بالنسبة لك انت تبتخليه لأنه قفل يكفل الزر يكفل الموجوب والسالب أو يكفل لك الجهاز بالكامل إذا تبتدخل عن المنيو ودوس الموجوب والسالب مع بعض مع بعض يتخلك على المنيو هذا بالنسبة للمنيو عندنا بالبداية عندنا المود اللي هو نظام التشغيل شنو نظام عندنا الاسمارت عندنا الار بي اي في حالة كنت تبي تحكم كامل بالواط عندنا الايكو اللي هو النظام الاقتصادي والتي سي اللي هو التبرجر كنترول وبعدين الباك نرجع مثلا خلينا نحط مثلا على الار بي اي استخدم الار بي اي يتغير معاك اللون نكمل مع المينيو بعدين هني شنو مكتوب السويتش هذا السويتش شنو تبي تسوي فيه ندخل على السويتش نظام القفل شنو تبي فيه؟ يعني مثلا بالنسبة حق الباور تبي تسوي قفل للباور ولا تبي قفل للواط ولا تبي تكفل الجهاز بالكامل بالنسبة للكولور شنو تبي لون الشاشة هذا بالنسبة حق الوانل الشاشة كنت تبي تختار يعني مثلا احنا ما خدين الاسود ق noun settlers كلاسيك غرين تينك بيربل يلا بيربل هذا بالنسبح عقل بيربل وذاك التأثير يعني بس يلا شنو هاده الميزة اللي هي البات ايفال اللي هو قصده الباتري ايفاليواشن انه يشوف لك البطاريات في الاستخدامك مع الاوم الكويل اللي انت مستخدمه يعني اذا مثلا اندخلته راح يسوي مثل سيرج او فحص يفحص لك البطاريات امورك كلها بالسريم يقول لك يلا استخدم ماكو اي مشكلة وبعدين عندنا عداد السحبات اللي هو تصفر عداد السحبات بعدين عندنا في حال اذا كنت شنو تبع الشاشة يكون شكلها يعني مثلا هذا مثلا اذا سوينا ان تتذكرون هاذا ثيما اللي تصير cuid seshag والبي. هذا اذا في حال اذا كنت في الثيمة تشتغل. تسوي لها او اوف. واحد مرة ثانية. ندش على الثيمة. نشوف في ثيمة الثانية. اي بس هي ثيمة واحدة ظهر. ما في الله. اوكي خلها على الان. نكمل على المنيو. خلصنا من الثيم. بعدين الاباوت اللي هو عن طريق اللي هو شنو الشريحة. رقم الشريحة والامور امورها. بعدين اكزيت. هذي يعتبر كل شيء بالنسبة للجهاز. ومعلومة اخيرة في انتحاب كم تبي تعرف كم مستوى قوة هذا الجهاز او كم يوصل يوصل لغاية الامية وسبعة وسبعين واط. وهذه الشغلة احنا عارفينها من زمان. عن الفوبو او الدراج بشكل عام. ان هو قدرته توصل الامية وسبعة وسبعين نوعا ما. او اكثر شريحة تعطيك واط حقيقي. ما يتقول لك الميتين والميتين وعشرين والاكثر الامور هذه. لان احنا احنا عارفين ان هذه القدرة حقيقية لبطاريات ثمنتعة ستمية وخمسين. فخلونا الحين نستخدم الجهاز ونشوف على المستوى. اللي هو تقريبا عطانا الخمسة وستين تقريبين. خلنبلش من الستين. نجرب على الاساسها تانك اليو فورس مع كويلات البي ام بي اللي هو 0.5 ونشوف رأينا بشكل عام بالنسبة لجهاز الدرايك فايف اللي يالي لنا من شركة الفوبو. شرايكم باللون? يلا تعالوا معاي فوق. شرايكم باللي شفتو شباب على مستوى ديزاين وشكل ومواصفات جهازنا اليوم اللي هو الدرايك فايف من شركة الفوبو. النسخة الاحدث والجيل الخامس من هذا الجهاز. شفتوا معاي بالنسبة للتصميم. نوعا ما ما راح بعيد على مستوى التصميم. يعني نقدر نقول مثل ما قلنا. على ديزاين الجهاز الثالث اللي هو طلع عن الروح الخاصة في تصاميم جهاز الدرايك. ورجعنا مرة ثانية مع الدزاين اللي هو فيه بصمة الدرايك الخاصة بالنسخة الرابعة. نقدر نقول انه ما زالوا حافظين او حافظوا على لمسة ديزاين جهاز الدراك مع النسخة الخامسة. شفتوا معاي سافة الباب الجلد اللي هو مقدمين لنا اياه. راح نتكلم عنها بعد شوي. ما زال من مستوى الواط 177. ما زال المنيو. هو نفس اللي احنا استخدمناه مع النسخة الرابعة. اللهم زادوا عليها سافة الثيم او الانيميشن اللي هو حاطينها اللي احنا شفناها. مع جهزة البودز من قبل اللي هي سافة انه منام تستخدم. يطلع لك صورة النار. صورة النار الثيمة لما الحين معظم الشركات قاعدوا يسوونها ما قدر ليش. صار الترند على مستوى الشركات. كل واحد حاط له ثيمة خاصة فيه وقت الاستخدام. وبالنسبة لتانك اليو فورس اللي هو يستخدم المعلومة الجميلة اللي انا عرفتها وعرضتها لكم. انهم يست يستخدمون مع PNPLX. انا بالنسبة لي افضل ما نزلت شركة فوبو بتاريخه فاهي بودات PNPLX. لانها فعلا مستوى جودة هذه الكويلات. ان كان على مستوى الطعم. على مستوى جودة التصنيع. على مستوى عمر الكويل. تعتبر واحدة من افضل الكويلات اللي انزلت. من فئة هذه الكويلات اللي هي تستخدم على السب اومز او تستخدم على تانكات البود مودز. وراح نتكلم عننا بالتفصيل. اللهم كان ننزل مع كويلين. وحلوين. اللي هو 0.15 حق اللي حاب الواطل العالي والتبخير العالي. وال 0.3 حق التبخير المتوسط. اه وتكلمنا عنه بالتفصيل. بسيط جدا يعني ما في اي شي جديد. وعاللهم انه تهويته علوية. اوكي. شباب اليوم ما راح يكون كلامنا وايد. بحكم انه جهاز الدراك 5 ما راح بعيد عنه الدراك 4. ان كان على المنيو. ان كان على السويتش. ان كان على المواصفات. ما في شي. يعني الصفة الجديدة في هذا الجهاز هي سالفت. الباب اللي احنا تكلمنا عنه. قبل شوي. يمكن هذه الشغلة او هذه النقطة تكون موضع لاختلاف وجهات النظر. شوف. اذا انت من النوع. اللي نوعا ما منطقي او معتدل في استخدامك الاجهزة. هذا المفروض ما يضايقك. ليش? لانه كاستخدام الجهاز ما راح يضايقك بشي. يعني اذا انت من النوع تمسك الجهاز عادي. ادفين. تحط الجهاز على جنب. ما يضررك بشي. لانه يضل باب. لكن اذا انت من النوع اللي مثل ما قلت لكم قبل شي. في فرط الحركة اللي هو دائما تتعبث ومعرف شي ايش. ودائما تتقط وتتعبث وحركي. وهذا هني ممكن يفرق معاك سافة الباب. انه هو مو ثابت امية بالامية. والامانة شوفوا. هذه الحركة اللي تغيير البطاريات. انا للامانة عجبتني. اللي هي مبهامة بس المفروض عشان اوريكم. جدا سهلة لتغيير البطاريات. بحيث ان على جنب. شي البطاريه يركب. سكرت الباب. حلوة. لكن مثل ما قلت لكم ايضا من الكلوزب. كانوا محتاجين انهم يضيفون. نقطة ثبات او ميزة ثبات اكثر للباب. خلينا مثل ما هو. اللي هو الجلد اللي انتم سويلي اياه. بس مثل ما قلت لكم. لو حاطيلي زوايا لتثبيت الباب بشكل اقوى شوية. علشان يكون شوي ثبات اكثر. فحتى بالنسبة حق الاشخاص اللي يرجفون وهم يمسكون الاجهزة. ما يعرفون. عرفتها النوعية. من الاجهزة اللي ما يعرف يقعد راحة. هني يصير معاه مثلا ما اقول. يضيف يعني ميزة ثبات اكبر لباب البطارية. لكن. اوبرول هذه النقطة ابي اسمعها منكم انتم هني عندي بالكمنتات. شو تقولون عادي. اه لا والله مو حلوة. ابي اسمع رأيكم هني بالكمنتات. انتم وردي شفتوه اياه من اول ما تكلمنا عنه في معرض دبي. اه شوفوا. هلانا مبسوط انه نزل هذا الجهاز او النسخة الخامسة من جهاز الادراق. المشكلة وين شباب. النسخة الرابعة ما صار لها فترة طويلة. والفرق ما بين الجهازين ايضا مو ذاك الفرق. يعني الباب مو هذا الان. منتظره ان كان على مستوى الباب نفسه. مو هذا الان منتظره. لكن. مثل ما تقول هو يعني على مستوى الديزاين الجمالي هو جميل. يعني شايف هذي الخط هذا اللي هو الشوي اللماع. ممكن في بعض الاشخاص حابين هذه الفكرة. اه نسخة جديدة. لمسات هذي اللي حطي لك ياها هني. فكرة ان انا اقدر اغير لون الباب باقل تكاليف. اوكي. يعني. لكن لما اني للمنطق او العقلانية. شنو الجديد اللي قدم لي يا الجهاز. ولا شي. لا الديزاين. ولا على مستوى يعني مواصفات جديدة. يعني انا شوي ايضا تضايقت. هذا الجيل الخامس. وما زال نفس حجم قاعدة تركيب التانكات اللي هو الاربع وعشرين بالكثير خمسة وعشرين. متينزل شي حق الثمانية وعشرين على الاقل. ما قولك ثلاثين. ليش ما ينزل شي حق الثمانية وعشرين على الاقل. لان الحين معظم التانكات صارت شوية كبيرة. المستخدمين ما بين الارت اي اي ما بين الار د اي اي. يعني بعض التانكات صارت شوية كبيرة. ليش ما نزل لي. يعني انا بالنسبة لي لو. مسوين قاعدة هني دائرية شوية. يعني مثل ما هو. شوف مثل ما هو الدزاين. لكن هني يصير في قاعدة دائرية. يكبر لي الديامتر الخاص في قاعدة تركيب الكويلات. بحكم شنو يصير. اول شي اقدر اركب البطارية اكبر. اللي هو العشرين سبعمية او الواحد عشرين سبعمية. ومنها انا اقدر استخدم كويل اقصد تانكات او اتومايزرات حجم كبير. لكن مع المحافظة على الجزء الامامي. يعني حافظ لي على هذا الشكل. لكن اتفخ لي ايا من ورا يعني من هذا الجزء. خليه شوية مدفوخ. يعني على شكل سلندر. يكون اكبر دائري. ليس مستطيل. يكون شوية دائري. اتوقع. شدي. انت حافظت على لمسة ديزاين. جهاز الفوبا. والدراج. ومنها ضفت حق الناس او حق الاشخاص لمستخدمين التانكات الكبيرة. فخليتني انا يعني ما افضل جهازك لان انا مثلا تانكات كبيرة. يعني مثلا هذا الاسجارد. ولا النايتمير. ثمانية وعشرين وثلاثين. ما رح اشتري جهازك. لان انا استخدم النوعين من التانكات. ما رح اشتري لان شكله رح يطلع عليه غلط. فانت غزي. يعني بغض النظر عن التانك. التانك روعة. يعني انا اقول لك اذا انت تدور تانكات سب اوم. هذا التانك اخذه وانت مغمض. بحكم انه تستخدم بـ PMP الـ X. لكن انا اتكلم عن الجهاز. هذا فقط لمستخدمين تانكات الـ 24. يعني انت مستخدم سب اوم تانك. اللي هو الكويلات الجاهزة. او RDA مقاس الـ 24 و 25 بالكثير. ما في مشكلة. جهاز جديد حلو. بس انا اتكلم عن نفسي انا. لو كنت انا بقدم جيل خامس. وانت خصوصا انه وصلت لجيل الخامس. كان المفروض في اضافة جديدة على مستوى الدزاين. يعني مثلا. تكرون وياي تصميم الجيل الثالث. لو كان مختلف تماما. بس ما اضاف لي. ما اضاف لي شيء جديد. انت اختلفت بالتصميم. طلعت من بصمة الدراج. لكن ايضا ما قدمت لي الجديد. فانت نحين وصلت لي للخامس. ما اريتك لو طلعت شوية. مثل ما قلت حافظ على الدزاين الامامي. لكن غير لي من ورا شوية كبر لي. راح يطلع يعني. اتوقع في كثير من الشباب يودهم يعني بخاطرهم يستخدمون جهاز الدراج. بس لانهم مستخدمين لتانكات شوية كبيرة. راح يكون راح يمو متوافق مع حجم القاعدة الخاصة لتركيب التانكات. انا هذي وجهة ناظري. بشكل عام. دزاين جميل. حلو. ما في مشكلة. نسخة جديدة حق الاشخاص اللي يدورون بوكس مود. بطاريتين. راح اقول لك راح اخذه وانت مغمض لان هي نفس الشريحة. ممتاز. عاجبتك سافة الباب. توقل على الله. مو عاجبتك. راح على النسخة الرابعة لان الباب اللي هو نظام السي فريم. هذا يعتبر كل شيء بالنسبة لجهاز الدراج فايف. ابي اسمع اراءكم بشكل المفصل. عندي هني بالكومنتات. شنو تقولون عن الدزاين الخاص بالدراج فايف الجديد من شركة البوبو. يعطيكم العافية.